طيب إقليميا لو تكلمنا إقليميا منطقة الشرق الأوسط لها تمام خاص في عند صانع القرار العالمي سواء الشرق أو الغرب وكل التجارب ربما بتحكي ومحاطات التاريخ بتحكي هذا الأمر لو شفنا المنضمين لنادي البريكس مؤخرا هنلاقينا هم خدوا من كل بستان زهرة يعني خدوا من أمريكا الجنوبية الأرجنتين لتكون بجوار جارتها البرازين خدوا من آسيا إيران لتكون بجوار إيران لتكون بجوار روسيا والهن خدوا من أفريقيا إثيوبيا ولكن المنطقة الوحيدة اللي خدوا منها تلت دول تباعا وربما يعتبروا تلت دول متجاورين هي منطقة الشرق الأوسط تعليق حضرتك طبعا مصطفى اختيار الست دول له مغزى ومعنى يعني أولا بيشكل تمثيل للنظام العالمي يعني مناطق العالم المختلفة كارات العالم المختلفة أفريقيا أمريكا اللاتينية أسيا باستثناء طبعا أوروبا التي كانت تكتل أوروبا أمريكا الشمالية هم العالم الغربي نادل مجموعة السابع لكنها تعكس رسالة أنه تكتل يمثل تمثيل عالمي يعني بيدعو إلى نظام عالمي أكثر عدالة وأكثر تمثيل وبالتالي هذا هو في النحاء الجغرافي من النحاء الاقتصادية بالطبع سلس دول العربية مصر السعودية الإمارات يتمثل أهمية كبيرة وأنا دائما أطلق عليه ما يسمى قاطرة التنمية في المنطقة لأنه هو القلب الصلب يعني منطقة الشرق الأوسط تعرضت لهزة في العقد الأخير هزة غير مسبوقة مع ما يسمى الربيع العربي وانفلات دول والدولة الوطنية انهارت لكثير من الدول العربية حروب أهلية إرهاب لاجئين يعني كانت أكثر منطقة ساحة للصراعات وسط هذا استطاعت مصر بالسياسة الخارجية المصرية وتحالفاتها وعلاقاتها مع السعودية والإمارات أن تسمى القلب الصلب الذي ينقل المنطقة من هذه الصراعات والتوترات والإرهاب إلى منطقة السعودية والإمارات الصيخة الاقتصادية أيضا للسعودية كأحد مجموعة العشرين ودولة الإمارات أيضا وبالتالي الثلاث دولة تشكلوا قوة كبيرة فرضت نفسها على الصحة الدولية من النحاء الاقتصادية من النحاء السياسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تبني مصر الحادل الإيجابي ومع السعودية والإمارات فكرة عدم دخول في استقطابات فكرة بناء شراكات مختلفة يعني مصر تبني شراكات مع الصين وروسيا لا تكون بديل عن الشراكة مع الدول التقليدية أمريكا ولكن هي متعددة لا تدخل في شراكة ضد شراكة أخرى أو تستبدل شراكة مع دولة بشراكة مع دول أخر ولكن نفتحها لكل الدول هذا السياسي الحياة الإيجابي هو فرض الهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة لهذه الدول السلاسة والأهمية الاقتصادية كقوة اقتصادات لديها تجارب تنموية واضحة مشروعات تنموية عملاقة تحقق معدلات نمو ومرتفع كل هذا أهل هذه الدول السلاسة بالطبع مصر والسعودية والإمارات لأن تكون أعضاء في البريكس وبالتالي بيعكس أن المنطقة العربية الآن تتحقق تعيش مرحلة جديدة من مرحلة إرهاب وحروب وصراعات وتصدير كل هذه المشكلات إلى مرحلة تنموية واضحار وهذا هو المجرس ولذلك انضمام دول السلاسة بيعكس أهمية الشرق الأوسط بيعكس السقل السياسي والاقتصاد للدول السلاسة